شرعت تونس في إرجاع حاويات النفايات المنزلية التي تم توريدها من إيطاليا منذ العام 2020 بطريقة غير قانونية وتم تحميل الحاويات المليئة بالنفايات المنزلية على متن سفينة راسية في ميناء سوسا في شرق تونس لإعادتها إلى إيطاليا في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين وقد تم جلب 280 حاوية من قبل شركة تونسية ادعت كذبا أن النفايات المنزلية التي يحضر استيرادها بموجب القانون التونسي كانت في الواقع خردة بلاستيكية يمكن إعادة تدبيرها وأثارت القضية الرأي العام التونسي ونفذ نشطاء في مجال البيئة وقفات احتجاجية في مدينة سوسا وفي العاصمة تونس وطالبوا بإرجاع الحاويات إلى إيطاليا